السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده موقع جديد داخل ملعب LLM او زكاة السماعية الخاص بان تقدر تعمل مع شات large model ده مؤسسة اسمها zeroone.ai ودي مؤسسة صينية الصين بدأت تدخل في الملعب الصين عندها بدايل لكل الحاجات اللي موجودة في السوق عندها فيسبوك خاص بيها عندها تويتر خاص بيها عندها الواتس اوب خاص بيها ايه اللي سيحصل لو هي خلتها مفتوح للعالم كله وموجودة بالانجليزي وبالعربي يعني بدأت تبقوا منافس لهم حقيقي في السوق ده اللي هنشوفوه بعد كاف المسابقة طيب الموقع ده مفتوح تقدر ان انت تتجربوا مع ان هوا منافس لشات جي بتيجو بالبرد صاحب الشركة اسمه كاي بيو لي ده عامل كتب كتير جدا في المكالز الكاصناعي منهم ايه ايه سوبر باورس ويعملها نموذج لغوي كوي جدا عشان تقدر تتكلم معاه بالانجليزي وبالصريبي وموجود ان تقدر تدردش معاه باللغتين دول لكن في المسابقة ان شاء الله سيكون بلغات اخرى وهو زي ما انت شايف مطاح ان انت تطلع على كود سواء على هاجينج فيس او موذج سكوب او جيت هاب تقدر تشوف الملفات ديت وتقدر تطلع عليها وفيه نسخ مصغرة بحيث ان انت ممكن تقدر ان تتسطابه عندك تمام اهوت ده الاداء بتاعه فهتبقى حجمنا جدا ان انت تقدر تجرب فيه تقدر تشوف الكود وتقدر ان انت تكتب بعض الشيات معاه وتقدر ان انت تشوف الاداء بتاعه طبعا هو اصل بتاعه صيني مفتوح هوا بحيث ان انت درر ان انت تشوف ايه المقونات بتاعته وعنده معلومات تعمل كثيرة جدا وبدأ الداونلود كان الاول قليل لكن هو لما بدأ يفتحه بحيث ان هو مبقاش خاص بسين بدأ الناس كثيرة تزوره هي قوة الذكاء الصناعي من ضمن الحاجات الخبرسميات والناس كثيرة تستخدمه فهيبدأ ان هو يبقى فيه فيف باك قوي فدي فرصة ان احنا نجرب المنزج اللغوية الصينية ونقارنها بشارج بتي و جوجل بارد ترجمة نانسي قنقر